هذه الأعمال الصالحة إحياء ما بين الفجر و طلوع الشمس و هو ما يسمى بوقت الغدا يقول سيد الأولين و الآخرين صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله في مصلى و حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مصلى أي المكان الذي صلى فيه حتى لو صلى جماعة مع أهل بيته فنحن نعلم أن الظروف العصرية لا تتيح للمصلي أن يجلس في المسجد فترة طويلة بعد الصلاة لأن المساجد تغلق عاقب الصلوات فمن صلى الفجر لو حتى لو صلى الفجر جماعة مع أهل بيته يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس يعني حتى تشرق الشمس فقام فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة 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 نراحز أنه عمل يسير ولكنه يحتوي على ثلاثة من العبادات الجليلة صلاة الفجر الذكر صلاة الضحى أولها صلاة الفجر ونحن نعلم أن صلاة الفجر شرف لأي مؤمن وأن أهل الفجر هم أهل الله وخاصته وأن الفجر وأن الفجر فريضة مغيبة عند كثير من المسلمين نكمل بعد فاصل قصير إن شاء الله عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام لنعلم أن القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر تشهده الملائكة مصداقا لقول الحق جل جلاله في القرآن المجيد أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ونحن نعلم أن الفجر والعصر هو وقت تغيير ورديات الملائك تتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار حينما يصعدون إلى الله عز وجل يسألهم كيف تركتم عبادي يقولون تركناهم وهم يصلون كيف أتيتم عبادي يقولون أتيناهم وهم يصلون لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة والبردين صلاة الفجر وصلاة العصر كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية صلاة العتمة صلاة الفجر وصلاة العشاء فقال صلوات الله وسلامه عليه بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة المعراج السماوية رأى أقواما تضرب رؤوسهم بالحجارة حتى تنشق وتنزف دما ثم تلتائم مرة أخرى فتضرب ثانية وتنشق وتنزف دما ثم تلتائم وتضرب وهكذا يتكرر العذاب صورة بشعة سأل الحبيب صلى الله عليه وسلم جبريل الأمين عن شأن هؤلاء فأخبره بأن هؤلاء هم الذين كانوا ينامون أو يتكاسلون أو يتفاقلون عن الصلاة المكتوبة من المؤسف أن كثيرا من المسلمين ينامون عن صلاة الفجر ظنا أن صلاة الصبح التي يصلونها بعد شروق الشمس تغني عنها ولكنهم بذلك يكونون قد أماتوا الفريضة وصلوها بعد فهاب وقتها فصلاة الفجر من الأعمال التي تنجي صاحبها بفضل الله تبارك وتعالى الحديث يشتمل على عملين آخرين العمل الثاني هو ذكر الله ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه ذات يوم فقال لهم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الإكثار من الصدقات وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم إشارة إلى الجهاد في سبيل الله قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولاه وعالما أو متعلما لذلك ينبغي أن نحرص على الذكر لأنه من الأعمال التي تحيي قلب صاحبها العمل الثالث الذي يظهر في الحديث الشريف الذي ذكرناه هو صلاة الضحى وهذه تسمى صلاة الأوابين سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا أدع ثلاثا يعني ألا أترك ثلاثة أعمال أن أصوم ثلاثة أيام من وسط كل شهر عربي يعني الأيام البيض الثلاثة الثالث عشر والربع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر هجري وأن أوتر قبل أن أنام وأن أحافظ على صلاة الضحى وصلاة الضحى كما نعلم تعدل في الأجر ست سلاثمائة وستين صدقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا عليه أن يتصدق كل يوم عن كل مفصل سليم أو صحيح بصدقة قالوا وبن يطيق ذلك يا رسول الله يعني من الذي يستطيع أن يوفر المال لكي يتصدق عن كل مفصل بصدقة في كل يوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا أنواعا كثيرة من الصدقات قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة ابتسامتك في وجه أخيك صدقة الكلمة الطيبة صدقة الأمر بالمعروف صدقة النهي عن المنكر صدقة وفي بطع أحدكم صدقة يعني في إتيان الرجل زوجته ليعفها ويعف نفسه صدقة فإن لم تجد إن لم تستطع أن تكمل الصدقات من هذا وذاك فركعة الضحى تجزئ عنك معنى ذلك أن ركعتي الضحى تعدل في الأجر والثواب ثلاثمائة وستين صدقة ولذلك قيل عنها إنها صلاة الأوابين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الضحى المواظب على صلاة الضحى له مثل أجر المعتمر فهذا فضل من الله عز وجل إذن في الحديث صلاة الفجر ذكر الله ونقول الذكر لأن ذكر الله عز وجل أقوى جنود الله في الأرض